اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانتصرت رغبة المصريين فاتشكلت لجان من المصريين لاختيار البعثة الولمبية في الالعاب المختلفة فكرة القدم على سبيل المثال اتشكلت لجنة برئاسة جعفر ولي باشا وكيل النادي الاهلي وضمت اعضاء من مختلف الاندية لاختيار لعبي المنتخب وفي الدورة خاض منتخب مصر مباراتين خسروا الاولى قدام ايطاليا اتنين واحد واحرز زاكي عثمان لاعب المنتخب اول هدف رسمي لمنتخب مصر في تاريخه وكسب في المباراة التانية يوغوزلافيا بنتيجة اربعة اتنين واحرز المركز التامن وده كان اول فوز رسمي لمنتخب مصر وكان من ابرز النتائج حصول المصارع احمد رحمي على المركز التاسع في المصارع الحرة تحت 75 كيلو وتكلمنا عن استلام الاهلي لقطعة ارض جديدة واصبحت مساحة النادي الاهلي 8 فددين و6 قراريت و11 سهم بعد ما كانت اربع فددين وتلت تقريبا يعني مساحة النادي الاهلي تضاعفت والمساحة دي ساعدت النادي في تشييد ملعب كرة قدم اضافي وكان بيقوم بتأجيره لبعض الاندية والمدارس وده زاد من ارادات النادي الاهلي وقلنا ان النادي الاهلي بدأ يرجع لحالته الطبيعية بعد سنتين اتأثر فيهم من ثورة 19 وتدعيتها فبدأت انشطته تزدهر واخيرا اتكلمنا عن مدراسة الاهلي في الادارة وازاي الاهلي كان بيصنع كوادر في مختلف المجالات الرياضية من طلبة المدارس العليا واعضاء الفرق الرياضية لكن في نهاية سنة 1921 كانت بداية لتغيير شامل في الرياضة المصرية ايه اللي حصل في اكتوبر 1921 وبتعليمات من جعفر ولي باشا وجه فؤاد ابازا بيك سكرتير النادي الاهلي الدعوة للاندية المصرية للاجتماع بالنادي الاهلي لتأسيس اتحاد كرة قدم مصري خالص ليقود الكرة المصرية بدلا من الاتحاد المختلط والجمعية المصرية الانجليزية لكرة القدم في الايام دي كان موجود ثلاث انواع من الاندية الاول الاندية المصرية Egyptian clubs زي الاهلي والترسانة والقاهرة والمصري والاتحاد والتاني الاندية الملكية او المدنية civilian clubs ودي اندية جاليات ادارتها اجنبية لكن اغلب لعبيها مصريين زي المختلط والتوفقية واليوناني وغيرهم التالت فرق الجيش الانجليزي military clubs ودي فرق اسلحة الجيش الانجليزي المختلف دعوة الاهلي للاندية شملت الاندية المصرية والمدنية فقط لتوسيع القاعدة وسحب البصات من الاتحاد المختلط والجمعية المصرية الانجليزية لكرة القدم وبالفعل اجتمعت الاندية المصرية والمدنية بالنادي وقررت تأسيس اتحاد مصري لكرة القدم ينظم مسابقات للاندية المصرية وخرجت الصحف بمنشتات بتعبر عن قوة الحدث الاهليون هنا مقصود بيهم الاهلوية بس كان بيطلق عليهم الاهلويون الاندية قررت اختيار فؤاد ابازة بيك سكرتير النادي الاهلي عشان يكون سكرتير للاتحاد بصورة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات وتقرر ان تكون اول جمعية لاتحاد الكرة يوم 19 نوفمبر 1921 وجيب في الصحف ايامها الاهدي عقدت جمعية الاتحاد المصري العمومية لكرة القدم في يوم السبت 19 نوفمبر الجاري وقد تفضل حضرة صاحب العظمة السلطان بقبول رعاية هذا الاتحاد وان يكون صاحب السمو الامير فاروق رئيس شرف له وتقرر في هذه الجلسة ان اخر يوم لتقديم الطلبات يكون يوم السبت الموافق 3 ديسمبر القادم وترسل لحضرة صاحب العزة فؤاد بيك ابازة سكرتير الاتحاد وستجتمع الجمعية العمومية في ذلك اليوم المذكور بالنادي الزراعي الساعة السادسة والنصف مساء المقصود بالسلطان هنا السلطان فؤاد قبل ما تتحول مصر لمملكة بعد دستور 1923 واخر يوم لتقديم الطلبات المقصود بتقديم طلبات للاتحاد وبالفعل اجتمعت اللجنة يوم 3 ديسمبر سنة 1921 بالنادي الزراعي واعتمدت قانون اتحاد كرة القدم المصري يعني الليحة وكان من اهم بنود القانون ان الجامعية العمومية للتحاد الكرة ستعقد في اكتوبر من كل عام ويجري فيها انتخاب مجلس ادارة الاتحاد وبالمناسبة ما كانتش مدة الاتحاد اربع سنين زي ما تعودنا دلوقتي كان بيتم انتخاب مجلس جديد كل جامعية عمومية يعني كل سنة وغالبا كان بيتم اختيار نفس الاعضاء تقريبا او يتغير بعضهم حسب رغبة الجامعية العمومية وجرت انتخابات مجلس ادارة الاتحاد وجاءت النتيجة على الوجه التالي الرئيس حضرت صاحب المعالي جعفر ولي باشر الوكيل حضرت صاحب العزة فؤاد اباظ بيك السكرتير حضرت يوسف محمد افندي امين الصندوق حضرت محمد صبح افندي الاعضاء حضرات البكوات والافندية اسماعيل يوسري ونقول عرقجي ورياض شوقي ومحمد ابراهيم وطاهر السرجاني وعلي صادق وحسين حجازي ومستر سيمسون مدير الالعاب بوزارة المعارف العمومية الاتحاد كان فيه خمسة من ابناء النادي القاتل جعفر ولي باشا وفؤاد اباظ بيك ومحمد افندي صبحي واسماعيل افندي يوسري ورياض افندي شوقي بدأ اتحاد الكرة نشاطه وقرر يعمل مسابقة للاندية المصرية واجتمع برئاسة جعفر ولي باشا يوم الثلاث ثلاث يناير 1922 وقرر تنظيم مسابقة تحت اسم كأس التفوق في كرة القدم واعلنت الصحف عن المسابقة وليحتها تحت عنوان قانون مباراة كأس التفوق في كرة القدم لسنة 1921 1922 وكان اهم بنوده واحد الاسم مباراة كأس التفوق في كرة القدم ونحب نوضح هنا معنى كلمة مباراة في لاحة الاتحاد مباراة هنا يعني مسابقة معناها مش مجرد مطش لا مسابقة كاملة اتنين المباراة خاصة بالاندية المكونة للاتحاد المصري لكرة القدم ويكون لاعبوها مصريين وده بوضوحة معناها ان البطولة للمصريين وبس والتأكيد على ان اللاعبين يكونوا مصريين علشان في بعض الاندية ادارتها اجنبية بتتبع جاليات اجانب فممكن تشارك بشرط ان اللاعبين المشاركين يكونوا مصريين تلاتة تحصل المباراة بالقاهرة وتكون عن طريق التصفية خروج المجلوب ده معناه ان البطولة بالكامل هتقام في القاهرة والخسران يروح وعلى فكرة البطولة اللي بعدها على طول موسم 1922 1923 اتلعبت في القاهرة وخارج القاهرة زي ما القرعة تقول وده اللي بيحصل من ساعتها لحد النهار اربعة تقدم الكأس للفريق الفائز على ان يحفظها مدة سنة وتوزع ميداليات ذهبية للفريق المتفوق وفضية للفريق الذي يليه في التفوق مفهومة دي طبعا خمسة الوقت المحدد للعب 90 دقيقة على شوطين متساويين واذا لم يتفوق فريق على الاخر فللجنة الاتحاد ان تحدد ميعادا اخر للعب ما لم يتفق الفريقان على استمرار اللعب نصف ساعة اخرى على شوطين واذا لم يتفوق فريق على الاخر في المرة الثانية فلابد من استمرار اللعب نصف ساعة اخرى على شوطين وهلوم مجر اوالله مكتوب كده وهلوم مجر هلوم مجر يعني ايه صحيح يعني ايه هلوم مجر المكتوبة في لايحة بطولة كأس التفوق يعني هنفضل نلعب كده على طول طيب والحد امتى هنفضل نعيد كده في المباراة ويعني ايه للجنة الاتحاد ان تحدد ميعادا اخر للعب ما لم يتفق الفريقان على استمرار اللعب نصف ساعة اخرى على شوطين هي بمزاج الفرقتين يعني مفيش دربات ترجيح من نقطة الجزاء ايه كلام ده ماهو زمان ماكانش فيه نظام لحسم المباراة في حالة انتهاء بالتعادل غير اعادتها مرة تانية وتالتة وربعة ماكانش فيه نظام دربات الجزاء فمافيش حل اللي اعادت المباراة مرة واتنين وتلاتة كمان وكان تطبيق نظام الوقت الاضافي بيخضع لرغبة الفرقتين مع بعض عايزين يلعب وقت اضاف نص ساعة على بركة الله مش عايزين ما يلعبوش وده حصل على سبيل المثال في كاس مصر موسم 1936 1937 القرعة وقعت الاهلي والمختلط مع بعض في دور التمانية المباراة قيمت يوم 30 ابريل 1937 وانتهت بالتعادل واحد واحد وتقرر اعادة المباراة يوم 14 مايو 1937 وتعادله 22 وتعادت المباراة للمرة التالتة يوم 30 مايو 1937 وفاز الاهلي 5 سفر وسعد للدور نصف انهائي وبعد كده اتعمل نظام لحسم السعود عن طريق القرعة بعملة معدنية في حالة التعادل وبالمناسبة اشهر مباراة تم حسمها بالقرعة كانت بين ليفربول الانجليزي وكلن الالماني في دوري ابطال اوروبا سنة 1965 بعد التعادل في ثلاث مباراة وصعد ليفربول بعد عمل قرعة بعملة معدنية ملك ولا كتابة يعني ملك لا كتابة وصعد واعتمد نظام ركلات الترجيح من نقطة الجزاء رسميا عام 1970 وكانت وكانت اول بطولة كبرى يتم حسمها بدربات الترجيح من نقطة الجزاء بين تشيكوزلوفاكيا والمانيا في نهاي كاس اوروبا سنة 1976 اتعدلوا اتنين اتنين وفازت تشيكوزلوفاكيا خمسة تلاتة بدربات الترجيح من نقطة الجزاء واول مباراة محلية تم فيها تطبيق نظام ضربات الترجيح من نقطة الجزاء كانت بين نادي الطيران ونادي السواحل اللي بقى اسمه دلوقتي حرس الحدود وكانت في دور الاثنين وثلاثين في بطولة كاس مصر يوم ستة تسمبر سنة 1972 الفريقين اتعدلوا في مبارتين وفازت السواحل بدربات الترجيح من نقطة الجزاء ونرجع بقى لأول بطولة نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم شارك في أول بطولة لكاس التفوق 11 فريق وهم النادي الاهلي ونادي المختلط اللي هو حاليا النادي الزمالك والسكة الحديد والترسانة والعباسية والتوفقية ونادي منتخب المدارس والاتحاد والأولمبي والنادي الجديد والنيل وده جرنادي النيل اللي موجود دلوقتي عن تكبر الجمح سنت لغبط وأجريت قرعة المسابقة يوم الجمعة 10 فبراير 1922 ويوم الحد 19 فبراير 1922 انطلقت مبارايتها وكانت أول مباراة بين منتخب المدارس ونادي التوفقية وفاز نادي منتخب المدارس 1-0 ودي كانت أول مباراة في أول بطولة ينظمها اتحاد مصري خالص في تاريخ الكرة المصرية وبالمناسبة الأهل في البطولة دي خرج من دور التمانية بعد ما خسر من الاتحاد 2-1 بطولة كاس التفوق قبل السلطان فؤاد رعايتها وأهدت تحاد الكرة كاس فضي للبطولة باسم الأمير فاروق وعشان كده الصحف كانت بتطلق عليها كاس الأمير فاروق وتغير اسمها بعد كده إلى بطولة كاس مصر ودي تعتبر أقدم بطولة مصرية بتتلعب لحد النهار ده في الوقت ده كانت بطولة كاس السلطان حسين ما زالت تحت رعاية الجمعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم وبيشارك فيها فرق الجيش والجاليات الأجنبية اللجنة التنفيذية للنادي الأهلي اتخذت قرار بعدم اللعب مع الفرق الإنجليزية سواء مباريات رسمية أو ودية وقررت عرض القرار على باقي الأندية في اجتماع اتحاد الكرة المقرر عقده مساء يوم 11 يناير 1922 وفي الاجتماع عرض الأهلي وجهة نظره واتفقت أغلب الأندية معاه في القرار ونشرت مجلة المدمار القرار قرارات الأندية المصرية واللعب مع الفرق الإنجليزية وكتبين قررت لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي بالجزيرة عدم اللعب بتاتا مع أي فرقة إنجليزية سواء كان في مسابقات أو في أي لعب حبي وقررت كذلك عدم اللعب مع أي نادي أو فرقة مصرية تخرج عن هذا القرار وبلغنا القرار نفسه من لجنة الكرة بنادي السك الحديد ونادي منتخب المدارس ونادي العباسية ونادي النيل ويظهر من لهجة حضرات جميع أعضاء هذه الفرق في أثناء المناقشة بهذا الخصوص في جلسة الثلاثاء الماضي المنعقدة بالنادي الزراعي أنهم مصممون على ذلك تصميما أكيدا لا يحيدون عنه بأي حال من الأحوال وقد أدل حضرة يوسف فندي محمد سكرتير النادي المختلط بالقاهرة برأيه الشخصي ورأي إدارة النادي بكل صراحة وهو الاستمرار في مسابقات الكأس السلطانية فقط بدعوة أن الكرة ميدان حرب صغير فيه معنى الانتصار الأدبي والكسب المادي ولم يستطع حضرته أن ينوب عن حضرات أعضاء فرقة النادي في إبداء رأي صريح باللعب من عدمه لأنه لم يقطع أحدهم برأي ما فالمنتظر من حضراتهم وعلى رأسهم حسين بيك حجازي اللي هو لاعب المختلط في الوقت ده أن يعلنوا رأيهم في هذا الموضوع بأقرب وقت وطبعا نادي المختلط ما وفقش على القرار لأن إدارته كانت أجنبية في الوقت ده وماذا تفعيل القرار وكان في مباراة حتتلعب بعد يومين يوم الجمعة 13 يناير 1922 بملعب الأهلي في بطولة كأس السلطان حسين بين نادي العباسية والنادي المصري وفي التوقيت ده كانت عملية إبلاغ أندية الأقاليم بالقرارات مش سهلة بسبب صعوبة وسائل للتصال فالقرار اتخذ مساء الأربعاء 11 يناير وفريق المصري حيلعب يوم 13 يناير يعني لازم حيبات ليلة الجمعة بالقاهرة علشان يلعب العصر فوصل الفريق للقاهرة قبل ما يعرف قرار الأندية ومسؤولي نادي العباسية رغم موافقتهم على القرار حضروا للنادي الأهلي في موعد المباراة احتراما لفريق المصري وتم إبلاج مسؤول النادي المصري بالقرار وفق عليه وتم الاتفاق على إلغاء المباراة الرسمية واستبدالها بمباريات ودية فكتبت مجلة المدمار كان اليوم الجمعة معاد مباراة نادي العباسية والنادي المصري لإحراز الكأس السلطانية ولكن بداء القرار الذي أصدرته لجنة الكرة قد استبدلت المباريات بلعب حبي بينه وبين النادي الأهلي بالجزيرة الساعة الثالثة والربع تماما وفي الأسبوع اللي بعده ذكرت مجلة المدمار يوم الجمعة 13 الجاري لعب نادي العباسية والنادي المصري لعبا حبيا على سبيل التمرين ولكن اللعب لم يستمر أكثر من النصف الأول يعني اتلعب الشوت الأول بس فاز في أثناء فرقة نادي العباسية بثلاثة أشواط للا شاي يعني ثلاثة أهداف يعني العباسية فاز 3-0 قرار الأهلي وباقي الأندية بعدم اللعب مع الأندية الإنجليزية كانت له أهداف أكبر بكتير وتداعيات أكبر وأكبر أدت لتمصير القرى المصرية بالكامل في مطلع الموسم الجديد 1922 1923 اتفجأة الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم بعدم تقدم أي نادي مصري بطلب الاشتراك في بطولة كاس السلطان حسين الأندية المصرية وعلى رأسها النادي الأهلي قررت تفعيل قرارها بعدم اللعب مع الفرق الإنجليزية والفرق الإنجليزية بتلعب في كاس السلطان حسين يبقى مش هنشارك فيها هنا أدراكت الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم إن البطولة هتفشل ومش هتجيب أي إرادات وبالتالي الفرق الإنجليزية حيقف نشاطها فقررت الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم لاجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث أي حلول لعدم إيقاف المسابعة وتم تشكيل لجنة مكوانة من مسؤول الجانبين وتكرر عقد اجتماع يوم الخميس 9 نوفمبر 1922 في مقر جريدة الإجيب شاميل اللي كانت بطرع البطولة وفي الاجتماع ده تنازلت الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم عن بطولة كأس السلطان حسين للاتحاد المصري لكرة القدم لتصبح البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم إشراف خالص على أساس أن يتم السماح بمشاركة أندية الجاليات الأجنبية والفرق العسكرية في البطولة وفعلا تم ضم البطولة للاتحاد المصري لكرة القدم اللي شكل لجنة لإدارتها وكان أول قرار اتخذوا اتحاد الكرة بعد ضم البطولة المصادقة على عدم قبول الأندية الملكية اللي هي سيفليان كلابس للاشتراك في الكأس السلطاني إلا بعد انضمامها أولا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بناء على قرار لجنة الكأس السلطاني وزي ما قلنا الأندية الملكية أو المدنية اللي هي سيفليان كلابس هي أندية الجاليات الأجنبية والقرار كان المقصود منه ضم أندية الجاليات الأجنبية اللي ما انضمتش عند تأسيس الاتحاد المصري وده بغرض استكمال سيطرة الاتحاد المصري لكرة القدم على كل المسابقات اللي بتتلعب في مصر وبالشكل ده انتهت سيطرة أي جهة أجنبية على كرة القدم المصرية وأصبحت كرة القدم المصرية تحت السيطرة الكاملة لاتحاد الكرة المصري برئاسة جعفر ولي باشا وكيل النادي الأهلي وده كان أول اتحاد يتم تمصيره وتمصير اللعبة بالكامل تمصير اتحاد كرة القدم كان الخطوة الأهم في طريق تمصير الرياضة لأنه كرة القدم هي اللعبة الأولى والأكثر انتشار وبعدها صار قطار التمصير بقوة زي ما حنعرف في حلقات جاية لكن سنة 1922 وأثناء مباراة ودية بين الأهلي والمختلط وفي لعبة مشتركة تدخل محمد جبر لعب المختلط بعنف على لعب الأهلي محمود مختار سقر وده جير محمود مختار التتش محمود مختار سقر فقد أعصابه وضرب برجليه وبقوة لعب المختلط محمد جبر الواقعة دي بتحصل في ملاعب كتير وبتعدي لكن في الأهلي ما بتعديش فبرغم أن لعب المختلط هو البادئ بالعنف لكن الرياضة ما بتسمحش أبدا بالرد بدون كرة وفي حاكم للمباراة لو ليك حق تاخده الواقعة دي أزعجت مسؤول الأهلي واجتمعت اللجنة التنفيذية للنادي يوم 30 يناير 1922 وقررت توجيه لفت نظر لمحمود مختار سقر وأكدت عليه عدم تكرار ما حدث حتى لو كان هو المعتد عليه وكان رد فعل الصحافة في الوقت ده على مستوى الحدث فكتبت مجلة المدمار تحت عنوان قرار شريف ليس أدل على همة القائمين بأمر الكرة بالنادي الأهلي بالجزيرة وعلى شمامهم الذي يأبى عليهم أن تمس سمعتهم بسوء من قرار اللجنة التنفيذية لهذا النادي في جلساتها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30 يناير 1922 على توجيه التفات حضرة محمود فندي مختار إلى الخطأ الذي ارتكبه في أثناء لعب النادي المختلط وذلك بضربه حضرة محمد فندي جبر برجليه مخالفا بذلك قوانين اللعب حتى وإن كان معتد عليه وأملت أن حضرته لا يعود إلى ذلك في المستقبل ظالما أو مظلوما وإن لنفخر بناد هذه لجنة إدارته ولا نحسب محمود فندي مختار إلا مباهيا كذلك بانتسابه إلى مثل هذا النادي ونرجو أن تحذو الأندية حذوة فيصلح شأننا ويستقيم أمرنا ده النادي الأهلي ودي قراراته من يوم تأسيسه متهال الوقع دي اتكررت من سنوات قريبة والنادي خد قرارات أكثر قسوة وحزم مصطرة واحدة ماشي عليها النادي في قراراته التربوية من يوم التأسيس والحد النهار وما لناش دعوة بجرنا يعني لو نفس الوقع عكسية واللعب المعتدي بدون كرة من الفريق المنافس وناديه ما خدش قرار المسؤولين في الأهلي ما يقولوش خلاص لعبتنا تاخد حقها بأيديها لا مفيش كده احنا بنعمل الصح وما لناش دعوة بجرنا وعشان كده اطلق الجميع على الأهلي نادي المبادئ وعشان ده الأهلي ودي مواقفه بعد انتخابات اتحاد الكرة في أكتوبر 1922 وفي الجامعية العمومية للنادي يوم 24 نوفمبر 1922 تحدث فؤاد أبا زابيك سكرتير النادي الأهلي في تقريره السنوي وقال إنما كانت النادي على سابق سموها زادت سموا واحتراما لا بسبب تقدمه في داخله فقط بل بالأعمال التي يقوم بها أعضاؤه المسؤولين في الخارج والتي لها علاقة مشتركة مع الأندية الأخرى ففي الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يضم إليه 24 ناديا لجنة إدارته مكونة من 18 عضو رئيسها معالي وكيل النادي ووكيلها سكرتير النادي وأمين صندوقها سكرتير الكرب النادي وبباقي اللجنة أربعة أعضاء من النادي قد وجه اعتراض من مندوب أحد الأندية في جمعية الاتحاد العمومية بشأن النادي الأهلي يمثله باللجنة عدد كبير مما يخشى من أن النادي الأهلي يستبد بالأندية الأخرى لأكثرياته في اللجنة فكان جواب مندوب الأندية الأخرى أنه فضلاً عن أن ذلك كان بالانتخاب من ممثل الأندية الأربعة وعشرين فإن وجود أكثر نسبة من أعضاء النادي الأهلي ضمان لنجاح الاتحاد ومراعاة للثقة فيه وأظن أن في هذا الوصف ما يسركم وأشرح صدوركم وأتعشم أنه إذا نشأت اتحادات جديدة للألعاب الرياضية الأخرى مثل التنس وخلافه فإن أعضاء النادي يعملون لكسب مثل الثقة التي نالها إخواننا في اتحاد كرة القدم يا ترى لما تأسست التحدات جديدة لبقى الألعاب كلام فؤاد أبازة بك اتحقق ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا من الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة